دعونا نلقي نظرة على الصورة التلالة لدينا تركيا والإمارات توقعان اتفاقية للتعاون العسكري وقع وزير الدفاع التركية شارجولار ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن مبارك فاضل المزروعي اتفاقية إطارية لتعاون العسكرية بين البلدين على هامش معرض إكسبو للصناعات الدفاعية في إسطنبول أمر جيد أمر يسني عليه الجميع في إطار التقارب الملحوظ بين الدولة التركية والدولة الإماراتية وكان هناك حالة من حالات الفرح ونحن نتابع الأمير تركي بن عبد العزيز قائد القوات الجوية السعودية وهو يتواجد في مصنع توساش وتفقد المقاتلة التركية كان ويتم الإعلان عن ضخ المليارات من المملكة العربية السعودية من أجل التوسع في إنتاج هذه المقاتلة التركية ونرى بأن الصناعات الدفاعية التركية تأتي بسمرها الآن للاقتصاد التركي وهي مفيدة بلا شك للدول التي حصلت عليها ونرى الآن تقارب أكثر وأكثر بين تركيا والدولة العربية في إطار تحالفات تتشكل في العالم أجمع ومع الأسف الشديد البعض يتحدث عن حرب عالمية مرتقبة لذلك حالة التقارب تلك الكل يرى فيها بأنها ضرورية وملحة في الوقت الراهن ترجمة نانسي قنقر